إجراءات صحية وأمنية متواصلة في نقطة الدمخ بمديرية المسيلة المنفذ الغربي لمحافظة المهرة الرابط مع حضر موت في إطار تدابير الاحترازية لمنع انتقال الفيروس كورونا إلى المحافظة بعد الإعلان عن حالة مؤكدة بالفيروس في مدينة الشحر بحضر موت اللجنة الطبية تقوم بفحص القادمين من حضر موت مع أخذ البيانات الكاملة عنهم وعزل أي حالات تظهر عليها حمى أو مرض وقد أقامت السلطة المحلية محجرا صحيا في المنفذ لمدة 14 يوما لعزل الحالات المشتبهة بالنسبة للجانب الطبي الذي نقوم به في هذا المنفذ هو فحص المواطنين الوافدين من حضر موت إلى محافظة المهرة والعكس الوافدين من المهرة إلى حضر موت نقوم بفحصهم وتسجيلهم في سجلات رسمية التي ترفع إلى المحافظة كما عندنا أيضا مكاين رش نقوم برش وتعقيم السيارات التي نخلي منها الركاب ونقوم بتعقيمها بالكامل ثم نفحص المواطنين ونسجلهم ونكتب على أرقام تلفوناتهم ونجهزهم بشكل كوقاية من فيروس كورونا تخضع جميع السيارات وشاحنات البضائع القادمة إلى محافظة المهرة لعملية رش وتعقيم دقيق وكذا فحص سائقي وتأكد من سلامتهم في سياق جملة من الإجراءات التي أكرتها لجنة الطوارئ وقيادة السلطة المحلية لحماية المهرة من الفيروس المستجد المنفذ القربي لمحافظة المهرة هو جبهة جديدة لإبقاء المحافظة خالية من الفيروس الذي أرعب العالم إلى جانب الجهود الكبيرة التي تقوم بها لجنة الطوارئ من تدابير احترازية مشددة في المنافذ الدولية شرقاً وخصوصاً في منفذ شحن الحمد لله طبعاً لحد الآن لم يتم أي تسجيل فيه قبل يومين كان شخص حرارتها أربعين تقريباً كذا قمنا معه لازم وحصناه داخل كنتيرة آخر شيء تبين عنده التهاب في اللوزتين واصطرف له مضادة حيوية وحاق الحمى كل ست ساعات مضادة حيوية ثلاث مرات في اليوم مدد خمس أيام والحمد لله المنفذ الغربي لمحافظة المهرة هو جبهة جديدة لإبقاء المحافظة خالية من الفيروس الذي أرعب العالم إلى جانب الجهود الكبيرة التي تقوم بها لينة الطوارئ من تدابير احترازية مشددة في المنافذ الدولية شرقاً وخصوصاً في منفذ شهم